بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرات علوم القرآن الكريم وهذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنتناول فيها موضوعين من موضوعات علوم القرآن الكريم الموضوع الأول المكي والمدني والموضوع الثاني أسباب النزول أما الموضوع الأول المكي والمدني فلنا معه عدة وقفات الوقفة الأولى ما تعريف المكي والمدني ما هو المكي وما هو المدني والجواب عن هذا السؤال أن العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف المكي والمدني وفي أساس تقسيم القرآن الكريم إلى مكي ومدني لهم اعتبارات وهذه الاعتبارات مختلفة الاعتبار الأول أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة فهذا التعريف اعتبر المكان ما نزل في مكة مكي وما نزل في المدينة فهو مدني وهذا هو الاعتبار الأول وهو اعتبار المكان ويدخل في مكة ضواحيها كالقرآن المنزل في ميناء وعرفات والحديبية ويدخل في المدينة أيضا ضواحيها كالقرآن المنزل في بدر وفي أحد وفي سلع وسلع هذا جبل في المدينة لكن هناك اعتراضات على هذا التعريف وعلى هذا الاعتبار الاعتراض هو أن هذا الاعتبار وهذا التقسيم بناء على المكان هذا التقسيم غير ضابط وغير حاصر يعني غير حاصر لجميع أجزاء القرآن إذ تثبت معه الواسطة فمثلا قوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك هذه الآية الشريفة نزلت بتبوك فهل ستعتبر من المكي أم تعتبر من المدني وبذلك تثبت الواسطة يكون عندنا مكي ما نزل في مكة ومدني ما نزل في المدينة وما نزل في تبوك وكذلك قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا هذه الآية نزلت في بيت المقدس في ليلة الإسرائي والمعراج فيترى هل تعتبر من المكي أم من المدني بناء على اعتبار المكان إذن ستثبت معنا بناء على اعتبار المكان الواسطة فيكون هناك مكي ومدني وما نزل ببيت المقدس وما نزل بتبوك إلى آخره وعدم الضبط في التقسيم عيب يخل به عدم الضبط وعدم الحصر في التقسيم وفي التعريف عيب يخل بالمقصود الأول من التقسيم المقصود الأول من التقسيم هو الضبط والحصر فإذا ثبتت الواسطة ولم يكن التقسيم ضابطا ولا حاصرا فقد أخلى بالمقصود والهدف منه وبناء على ذلك لن نرتضي هذا الاعتبار الاعتبار الثاني أن نعتبر المخاطب فما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني وعلّلوا ذلك من قال بهذا الاعتبار اعتبار المخاطب علّلوا ذلك بأن الكفر كان غالبا على أهل مكة فخطبوا بيا أيها الناس وأن الإيمان كان غالبا على أهل المدينة فخطبوا بيا أيها الذين آمنوا وإن كان غيرهم داخلا فيهم وإن كان غيرهم داخلا فيهم وهذا الاعتبار أيضا اعتبار المخاطب يمكن أن نعترض عليه بثلاثة اعتراضات الاعتراض الأول أنه غير ضابط ولا حاصر كما اعترضنا بذلك على اعتبار المكان لماذا هو غير ضابط ولا حاصر قالوا لأن هناك آيات وسور ليس فيها خطاب أصلا هناك بعض السور من القرآن وبعض الآيات ليس فيها خطاب أصلا وأنتم اعتبرتم المكي والمدني على حسب المخاطب كسورة الشمس مثلا ليس فيها خطاب ليس فيها خطاب لأحد هناك سور وآيات الخطاب فيها وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده فهل ستعد من المكي أم تعد من المدني إذن ستكون هذه السور وتلك الآيات خارجة عن هذا الضابط ثانيا بعد الفتح بعد فتح مكة بعد فتح مكة وبعد دخول أهل مكة في الإسلام صار الخطاب موجها للفريقين صار الخطاب في القرآن موجها للفريقين فما ضابط التمييز إذن بين المكي والمدني بعد فتح مكة ثالثا هذا الاعتبار وهذا التعريف الذي اعتبر المخاطب هذا منقوض منقوض بالضاد بسورة البقرة إذ سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ومنقوض أيضا بسورة النساء إذ افتتحت بقول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم ومن المعلوم أن سورة البقرة وسورة النساء مدنيتان وأيضا منقوض بسورة الحج إذ سورة الحج مكية وفيها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إذن هذا الاعتبار لا يصلح أن يكون ضابطا للتقسيم أو لتقسيم القرآن إلى مكي ومدني الاعتبار الثالث هو اعتبار الزمان أن نعتبر الزمان فما نزل قبل الهجرة هو مكي وما نزل بعد الهجرة هو مدني ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني وهذا التعريف هو الأصح والأشخر وقال به كثير من العلماء واعتمده قالوا لأنه ضابط وحاصر لجميع أجزاء القرآن ولا تثبت معه واسطة كما أنه يوافق المقصود يوافق مقصود الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المكي والمدني يبقى التعريف المعتبر في المكي والمدني أن نعتبر الزمان فالهجرة حد فاصل بين مكي القرآن ومدني ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني ولا عبرة للمكان أو للمخاطب وبناء على ذلك قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة هذه الآية الشريفة مدنية لماذا مدنية؟ لأنها نزلت بعد الهجرة مع أنها نزلت في مكة نزلت في ميناء وميناء من ضواحي مكة لكن المعتبر عندنا هو الزمان وفي بعض الأقوال أيضا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قالوا هذه الآية مدنية مع أنها نزلت في جوف الكعبة نزلت في فتح مكة في جوف الكعبة ومع ذلك عددناها من الآيات المدنية لماذا؟ لأن العبرة عندنا بالزمان وليس بالمكان وليس بالمخاطب طيب كيف نعرف المكي من المدني؟ عرفنا أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة كيف نعرف أن هذه الآية أو هذه السورة مكية أو مدنية؟ قالوا طريق معرفة المكي والمدني إما سماعي وإما قياسي إما سماعي وإما قياسي السماعي هو النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لماذا الصحابة؟ لأنهم عاصروا التنزيل وشاهدوا وقائع الوحي الشريف وأيضا النقل عن التابعين لأن التابعين تلامذة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إبا الطريق معرفة المكي أن تقف على نقل منسوب ومسند إلى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو تقف على نقل مسند أو منسوب إلى أحد التابعين الذين هم تلامذة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أما الطريق القياسي فهو مبني على الاجتهاد ولا يعرف به ابتداء المكي من المدني وإنما المراد بالقياسي أننا بعد أن وقفنا على النقول التي وردت إلينا في أن هذه الآية مكية أو أن تلك مدنية أو أن هذه السورة مكية أو أن تلك مدنية بعد جمع هذه النقول واستقراء السور والآيات المكية واستقراء الآيات والسور المدنية استطاع العلماء أن يميزوا بين المكي والمدني عن طريق ضوابط عن طريق خصائص والمقصود بهذه الضوابط وتلك الخصائص أنها علامات وأمارات إذا وجد شيء منها في سورة أو في آية علم أنها مكية أو مدنية وهذه العلامات والضوابط تنقسم إلى قسمين لفظية ومعنوية كما ينبغي التنبيه إلى أن هذه الضوابط والخصائص هي ضوابط أغلبية ليست مضطردة ليست مضطردة في كل السور كما ينبغي أن نعلم أن المكي والمدني لم يعلم ابتداء من هذه الضوابط والخصائص والمميزات التي سنذكرها والتي ذكرها المؤلف في الكتاب المقرر علينا وإنما عرفت عن طريق التتبع والاستقرار لما ثبت بالنقل عن الصحابة أو التابعين أنه مكي أو أنه مدني ما ضوابط المكي؟ إذا سنتكلم الآن عن عن الضوابط القياسية الاجتهادية ضوابط المكي والمدني أي خصائص المكي والمدني القياسية الاجتهادية ضوابط المكي أولاً النداء بيا أيها الناس أو يا بني آدم أي سورة فيها نداء يا أيها الناس أو يا بني آدم فهي سورة مكية لكن توجد استثناءات كسورة البقرة وسورة النساء سورة البقرة يا أيها الناس عبدوا ربكم وهي مدنية وسورة النساء افتتحت يا أيها الناس اتقوا ربكم وهي مدنية ثانيا كل سورة فيها لفظة كلا فيها كلمة كلا وكلمة كلا وردت في القرآن ثلاثا وثلاثين مرة وردت في القرآن ثلاثا وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة في النصف الثاني من القرآن يعني من أول سورة مريم إلى آخر القرآن وما نزلت كلا بيثرب فعلما ولم تأتي في القرآن إلا في نصفه الثاني إلا في نصفه الثاني هذا الضابط الثاني الثالث قالوا كل سورة بدئت بالأحرف المقطعة فهي مكية باستثناء سورة البقرة وسورة آل عمران أيضا كل سورة فيها ذكر لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي سورة مكية ما عدا سورة البقرة كل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية كل سورة افتتحت بالقسم فهي سورة مكية والسور المفتتحة بالقسم خمسة عشرة سورة يعني كقول والشمس والليل والضحى والفجر والعصر إلى آخره إذا هذه ضوابط للمكي يتميز بها عن المدني يعني ما معنى الضوابط؟ يعني علامات وأمارات إذا وجدت في سورة علمت أن هذه السورة سورة مكية ما ضوابط المدني؟ قالوا ضوابط المدني كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا يبقى المكي يا أيها الناس أو يا بني آدم المدني يا أيها الذين آمنوا لماذا؟ لأن بعد الهجرة إلى المدينة استقر الإيمان في نفوس الناس استقر الإيمان في نفوس الناس فناداهم القرآن الكريم بصفة الإيمان حثا لهم وترغيبا لهم على امتثال التشريعات التي شرعت بعد الهجرة كالصيام مثلا وغيره من الفرائض والتشريعات الضابط الثاني من ضوابط المدني كل سورة فيها ذكر للجهاد في سبيل الله أو فيها بيان لأحكامه فهي سورة مدنية لأن الجهاد القتالي لم يشرع إلا بعد الهجرة إلى المدينة أما في مكة فقد كان الجهاد اللساني الجهاد القولي الجهاد الدعوي موجودا في مكة ولذلك قال الله تعالى في سورة الفرقان المكية قال آمر النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا فالدعاء الجهاد الدعوي كان موجودا في مكة أما الجهاد القتالي فلم يشرع إلا في المدينة كل سورة فيها ذكر للحدود والفرائض للحدود والفرائض والتشريعات فهي سورة مدنية كل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي سورة مدنية لأن النفاق ظهر في المدينة بعد أن قويت دولة الإسلام كل سورة فيها ذكر وحديث عن أهل الكتاب ودعوتهم ومدادلتهم بالتي هي أحسن فهي سورة مدنية هذه هي الضوابط هناك مميزات تميز بها القرآن المكي عن القرآن المدني وهذه المميزات تتجلى فيما يلي أولا القرآن المكي يُعنى بتقرير العقائد وترسيخها في النفوس والقلوب ثانيا تأسيس القواعد العامة للعبادات والمعاملات ثالثا عرض القصص قصص الأنبياء السابقين وقصص الأمم السابقة ضرب الأمثال قصر الآيات والسور كثرة الوعد والوعيد أو كثرة الوعيد والتهديد هذا كان في القرآن المكي أما مميزات القرآن المدني فأولا تفصيل الأحكام التشريعية تفصيل الأحكام التشريعية وقلنا تفصيل لأن القرآن المكي ربما يذكر فيه على سبيل الإجمال بعض الأحكام التشريعية أي مميزات المدني تفصيل الأحكام التشريعية ثانيا فرض الفرائض وتحديد الحدود هذا كان في القرآن المدني الحديث عن أهل الكتاب ومع أهل الكتاب طول الآيات والسور الإطناب والتفصيل أما القرآن المكي فكان متميزا بالإيجاز كان متميزا بقصر الآيات والسور والإيجاز في الأسلوب ما الفائدة من معرفتنا تقسيم القرآن إلى مكي ومدني قالوا هناك عدة فوائد يحصل عليها الدارس من معرفة المكي والمدني أولا معرفة المعنى الصحيح للآية القرآنية أو معرفة الفهم الصحيح للقرآن عموما فمثلا عندما تعرف أن هناك آيات مكية وآيات مدنية لن تسارع بالفهم الخاطئ لبعض الآيات فمثلا عندنا آيات أمرت بالصبر والعفو والصفحي أمرت بالصبر والعفو والصفحي في معاملة المشركين وهناك آيات أخرى أمرت بالجهاد أمرت بقتالهم فإذا عرفت أن هذه الآيات الآمرة بالعفو والصفحي والصبر مكية والآيات الآمرة بالجهاد والقتال مدنية علمت أننا نستخدم آيات العفو والصفحي في حالة معينة ونستخدم الجهاد والقتال في أحوال أيضا معينة من فوائد معرفة المكي والمدني تمييز الناسخ من المنسوخ عند التعارض إذا وردت عندنا آيتان هذه الآية تشتمل على حكم وهذه الآية تشتمل على حكم معارض ومتناقض ومخالف لهذا الحكم ولا يمكن الجمع بينهما أبدا نظرنا أيهما المتقدم وأيهما المتأخير فالمتقدم سيكون مكيا والمتأخر سيكون مدنيا وعند تعذر الجمع والتوفيق بين الآيتين وبين الدليلين وبين الحكمين سنحكم بأن المتأخرة وهو المدني قد نسخ المتقدم وهو المكي وهذا أيضا لا نعلم إلا من خلال معرفتنا لتقسيم القرآن إلى مكي ومدني ثالثا معرفة تاريخ التشريع معرفة تاريخ التشريع ومعرفة التدرج في التكليف معرفة التدرج في التكليف لماذا؟ المراعاة لأحوال الخلق مراعاة لأحوال الخلق لأحوال جميع الخلق في جميع الظروف المكانية والزمانية نستطيع أيضا الإفادة من المكي والمدني في مجال الدعوة إلى الله تعالى بتنويع الأسلوب فنجد في القرآن المكي الإجاز وقصر الآيات والسور ونجد فيه أيضا الوعيد والتهديد لأن هذا يناسب صناديد الكفر ويناسب صناديد الشرك فنستطيع أن نسد من هذا التقسيم وأن نفيد من هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله تعالى بتنويع أسلوبها بين الشدة والليل بين الإجمال والتفصيل بين الوعد والوعيد بين الترغيب والترهيب القرآن الكريم إذا قسم إلى مكي ومدني فإننا نستطيع الآن أن نقول يمكن أن نقسم السور إلى ما يلي يمكن أن نقسم السور إلى ما يلي هناك سور مكية خالصة يعني كل السورة مكية مثل سورة إقرأ وسورة المدثر وسورة القيامة كما مثل المؤلف وهناك سور مدنية خالصة يعني السورة من أولها إلى آخرها مدنية كسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء هذه سور مكي هذه سور مدنية خالصة ليس فيها آيات مكية أبدا إذا أردنا أن نقسم سور القرآن من حيث المكي والمدني سنقسمها إلى أربعة أقسام القسم الأول مكي خالص كالمدثر والقيامة والعلق ومدني خالص كالبقرة وآل عمران والنساء والنوع الثالث مكي فيه آيات مدنية مكي يعني الغالب أنه مكي سورة الغالب علي أنها مكية لكن فيها بعض الآيات المدنية ومثل لها بسورة الأعراف فأغلب آيات السورة جل آيات السورة أكثر آيات السورة مكية لكن استثني منها بعض الآيات كقوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فقالوا إن هذه الآيات إلى خمس آيات أو ثماني آيات التي تذكر قصة أصحاب هذه القرية قالوا هذه الآيات آيات آيات مدنية إذن سورة الأعراف كلها أو جلها مكية لكن فيها خمس آيات أو ثماني آيات هي آيات مدنية النوع الرابع سورة مدنية جلها وأكثرها مدني لكن فيها بعض الآيات المكية ومثلوا لها بسورة الأنفال قالوا هي مدنية سورة مدنية أغلب آياتها مدنية إلا بعض الآيات كقوله وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ إلى قوله تعالى فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ يعني حوالي ست أو خمس آيات من سورة الأنفال مكية وبقية السورة مدنية ما الاعتبار أو الضابط في الحكمة على السورة بأنها مكي أو مدني؟ أغلب الآيات أغلب الآيات أو الفاتحة السورة إما ما يغلب على السورة ما يغلب على آياتها من المكي أو المدني وإما الحكم على السورة بأنها مكية أو مدنية من حيث الفاتحة من حيث مبدأ السورة وبذلك نكون قد انتهينا من موضوع المكي والمدني في القرآن الكريم وننتقل الآن إلى الموضوع الثاني المقرر علينا وهو أسباب النزول أسباب النزول وكما ترون أسباب النزول هذا مركب إضافي يعني كلمة أسباب أضيفت إلى كلمة النزول فأسباب مضاف والنزول مضاف إليه وإذا أردنا أن نعرف أي مركب إضافي يجب علينا أن نحلل هذا التركيب يعني أن نعرف معنى كل كلمة من المضاف والمضاف إليه على حدة أما الأسباب فالأسباب جمع سبب والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره السبب ما يتوصل به إلى غيره كالحبل فالحبل يتوصل به إلى غيره الذي يصعد على النخلة الذي يصعد على النخلة يصعد عليها بواسطة الحبل فالسبب ما يتوصل به إلى غيره طيب والنزول النزول معنى الإعلام إعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالآيات ما معنى سبب النزول ما تعريف سبب النزول قالوا سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه مرة أخرى سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه لكن هناك قيد مهم أيام وقوعه يعني سبب النزول هو سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل جبريل عليه السلام بالإجابة من خلال القرآن أو استفسار أو استبيان عن شيء ونحن نعرف آيات السؤال في القرآن كثيرة يسألونك عن الأنفال ويسألونك عن المحيط إلى آخره فهذه أسئلة وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن للإجابة عنها أيضاً سبب النزول واقعة أو حادثة أو حكاية وقعت ونزل القرآن الكريم مجيباً عنها أو مبيناً حكمها أو مبيناً حكم الله تعالى فيها فهذا يسمى سبب النزول إذا سبب النزول إما سؤال وجه ونزلت الإجابة وإما حادثة وقعت وذهبوا يسألون عن الحكم أو وقفوا ما الحكم في هذه الواقعة أو تلك الحادثة فنزل القرآن الكريم ليبين الحكم فيها مثال السؤال مثال السؤال كسؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ويسألونك عن الروح سألوه عن الروح فسكت فنزل القرآن يجيب قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً مثال الواقع أو الحادثة التي وقعت وحدثت ونزل القرآن ليبين حكم الله تعالى فيها وقعت هلال ابن أمية عندما قذف امرأته بالزنا عندما قذف امرأته بالزنا فنزلت آيات الملاعنة في سورة النور يشترط من خلال تعريف سبب النزول يشترط في سبب النزول أمراً يشترط في سبب النزول أمراً الأمر الأول أن ينزل القرآن من أجله أن ينزل القرآن من أجله وبسببه حتى تعتبره سبب نزول الأمر الثاني أن ينزل القرآن في زمن وقوعه أن ينزل القرآن في زمن وقوعه إبا الأمر الأول أن ينزل القرآن لأجله وسببه وهذا معروف طيب الأمر الثاني أن ينزل القرآن في زمن وقوعه ولذلك فإن الوقائع الماضية التي قصها القرآن الكريم القصص الأمم السابقة التي قصها القرآن الكريم وذكرها لا تعتبر أسباب نزول ولذلك اعترض الإمام السيوطي على الإمام الواحدي رحمهما الله تعالى في أنه جعل قصة الفيل جعل قصة الفيل هدم أبرها للكعبة جعلها سببا لنزول سورة الفيل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام ولم ينزل القرآن فيشترط في سبب النزول أن ينزل القرآن في زمن وقوعي وهذا الشرط وهذا القيد أخرج لنا الوقائع الماضية التي قصها القرآن عن الأمم الماضية هذه لا تعتبر سبب نزول وإنما تعتبر إخبار وإنما تعتبر إخبارا فقط ثانيا الوقائع المستقبلية التي ذكر القرآن أنها ستحدث في مستقبل الأيام ستحدث يوم القيامة هذه أيضا لا تعتبر سبب نزول ما مكانة سبب النزول في التفسير التفسير هو بيان مراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقة البشرية فهل المفسر الذي يبين مراد الله تعالى من كلامه يحتاج إلى هذا العلم أسباب النزول نعم يحتاج إليه فسبب النزول من القراء التي تساعد المفسر على فهم المعاني القرآنية وتحديدها سبب النزول قرينة تساعد على أن يفهم المعنى فهما جيدا يقول بعض العلماء في أهمية معرفة سبب النزول يقول لأن القرآن نزل بلغة العرب وألفاظها لأن القرآن نزل بلغة العرب وألفاظها تختلف بسبب الاشتراك والحقيقة والمجاز وتعدد الأساليب وغيرها القرآن نزل بلغة العرب وتختلف الفاظ القرآن وألفاظ اللغة العربية تختلف دلالتها بحسب أحوالها من الاشتراك لقد يكون اللفظ مشتركا كلفظ العين يطلق على العين الباصرة ويطلق على عين الذهب والفضة ويطلق على عين الماء إلى آخره والحقيقة والمجاز كأن يستخدم اللفظ هل اللفظ هنا يستخدم حقيقة أم يستخدم مجازا وأيضا تعدد الأساليب ألف يختلف فهم المفسري بحسب اختلاف الأحوال ولا يستطيع أن يحدد المراد من اللفظ إلا من خلال القراء فإذا ذكرت القراء والتي منها أسباب النزول فهم المراد الحقيقي من اللفظ القرآني فلابد من الرجوع إلى سبب النزول الذي يعين المراد غالبا وإلا وقع في اختلاف والطراب ولم يستطع أن يحدد المعنى الصحيح للآيات من الأمثلة على ما قلنا أن سبب النزول من القراء التي تساعد على فهم الآية فهما صحيحا وفهم المعنى فهما صحيحا قوله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فهم عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن السعي بين الصفى والمروة غير واجب بدليل قوله فلا جناح عليه يعني لا حرج عليه لا إثم عليه إن تركهما بدليل نفي الجناح في الآية فلا جناح عليه لا إثم عليه ولا حرج فلما أخبر بسبب نزول هذه الآية عرف وجوب السعي بين الصفى والمروة كان المشركون يسعون بين الصفى والمروة يطوفون بين الصفى والمروة وقد وضعوا صنما على الصفى وصنما آخر على المروة إيساف ونائلة وكانوا يسعون بينهما فلما جاء المسلمون للسعي بين الصفى والمروة تحرجوا من التشبه بالمشركين فتركوا السعي بين الصفى والمروة أو تحرجوا من فعله فنزلت الآية لترفع عنهم الحرج وتقول لهم إن السعي بين الصفا والمروة واجب كيف عرفنا وجوب السعي بين الصفا والمروة عرفناهما من خلال الوقوف على سبب نزول هذه الآية الشريفة طيب ما الفوائد التي يعرفها الدارس لعلم أسباب النزول أول فائدة تعود على الدارس لأسباب النزول أن سبب النزول يعينه كما قلنا على فهم المعنى المراد ويزيل عنه الإشكال المتوهم كما وقع لمروان بن الحكم في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب قال لئن كان كل امرئ فرح بما أتى من أعمال الخير وأحب أن يحمد على ذلك معذبا فإن لنعذبا يعني إذا كان كل إنسان يفعل عمل خير ويحب أن يحمد عليه ويفرح به ويفرح بفعله سيعذب بدلالة هذه الآية إذن كلنا سنعذب لأن هذه طبيعة فينا قال فسألوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سألوا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فأخبرهم أن الآية نزلت في اليهود فلما بيّن لهم سبب نزول الآية وفيما نزلت الآية فهموا المعنى المراد منها وزال الإشكال المتوهم فيها أيضا من فوائد معرفة سبب النزول معرفة الحكمة التشريعية من الأحكام معرفة الحكمة التشريعية من الأحكام والوقوف على رعاية الشرع الشريف لمصالح الناس فيزداد المؤمن بذلك إيمانا عندما يعرف الحكمة في تشريع هذا الحكم ويعرف القصة والحادثة التي نزل الحكم فيها فإنه بذلك يقف على رعاية الشرع الشريف لمصالح الناس فيزداد إيمانا على إيمانه من الفوائد أيضا دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر وذلك في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآيات من الممكن لقارئ هذه الآية الشريفة أنه يفهم أنه لا يحرم من الأشياء إلا هذه الأشياء المذكورة في الآية فيحصر المحرمات فيما ذكرته الآية فقط لكن معرفة سبب النزول تدفع عنه هذا التوهم تدفع عنه توهم حصر المحرمات في هذا العدد المذكور في هذه الآية الشريفة وذلك حين يعلم أن الآية نزلت ردا على المشركين الذين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله فكأن الآية تقول لهم لا حرام إلا ما أحللتموه ولا حلال إلا ما حرمتموه وبذلك يكون سبب النزول قد دفع توهم الحصر في الآية الشريفة من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة من نزلت فيه الآية المبهمات الأسماء المبهمة في بعض الآيات السبب النزول يعين لنا هذا المبهم يعين لنا هذا المبهم كقوله تعالى ما تبت يدى أبلاب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لأب وامرأته حمالة الحطب من هي امرأته؟ سبب النزول سبب النزول يعين لنا أنها أم جميل بنت حرب خامسا من فوائد معرفة سبب النزول تيسير الحفظ وتسهيل الفهم لأن الإنسان يربط الأسباب بالمسببات ويربط الأحكام بالحوادث ويربط الحوادث بالأشخاص ويربط أيضا الحوادث بالأمكنة والأزمنة فيسهل عليه حفظ الآية وفهم معناها حفظ الآية وفهم معناها بقي لنا أن نعرف ما طريق معرفة سبب النزول طريق معرفة سبب النزول النقل عن الصحابة كما قلنا لأنهم شاهدوا التنزيل وعاشوا وقائع الوحي الشريف وقول الصحابي في سبب النزول لو حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا قالوا لأن سبب النزول لا مجال فيه للرأي والاجتهاد وكذلك أيضا قول التابعي نأخذ به في سبب النزول لكن لا نقبل إلا بثلاثة شروط صحة الإسناد أن يكون التابعي من آئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة ثالثا أن يتقوى بالنزول بمرسل آخر أن يتقوى بمرسل آخر عن التابعي بمرسل آخر عن تابعي آخر فهذا هو طريق معرفة سبب النزول النقل فقط عن الصحابة والتابعين ولا مجال في سبب النزول للاجتهاد يعني لا يجوز لأحد أن يتصور قصة من خياله مثلا ويتوهم أن الآيات قد نزلت في هذه القصة لتجيب عنها أو تبين حكمها ينبغي علينا أن نتنبه لأمرين في أسباب النزول الأمر الأول أن سبب النزول هو مجرد واقعة اقترن حدوثها بنزول الآية والحكم مجرد واقعة حدثت ووقعت اقترن حدوثها بنزول الآية لكن الآية لو لم تحدث هذه الحادثة ولو لم تقع هذه الواقعة كانت الآية ستنزل أيضا كانت الآية ستنزل أيضا فحكم الواقعة يلتمس في الآية والواقعة ما هي إلا مناسبة لنزول الآية وليست علّة للنزول ولذلك الطاهر بن عاشور في كتابه الماتع التحرير والتنوير يسمي أسباب النزول مناسبات النزول يسمي أسباب النزول مناسبات النزول ويقول أسباب النزول ما هي إلا مناسبات لا أسباب حقيقية ليست علّة يعني للأحكام وإنما سميت أسبابا عن طريق التسامح والتجوز أيضا من الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها أن القرآن ينقسم من حيث أسباب النزول إلى قسمي قسم نزل ابتداء بلا سبب وهذا جل القرآن وأكثره وأغلبه وقسم نزل على أسباب وهذا القسم يمثل عددا قليلا جدا فعند المدققين والمحققين من أهل العلم في أسباب النزول ومعرفة وتمييز الصحيح من الضعيف من الموضوع من المكذوب لا تزيد الآيات التي نزلت على أسباب لا تزيد عن ربعمائة واثنتان وسبعون آية ربعمائة واثنين وسبعين آية فقط نزلت على أسباب هذا عند المدققين المحققين أما عند من جمع بدون تحقيق وتدقيق من جمع بدون تحقيق وتدقيق فيبلغ عدد الآيات التي نزلت على أسباب تمنمية تمانية وتمانين آية تمنمية تمانية وتمانين آية وهذا مما ينبغي لماذا قلنا هذا؟ قلنا ونبهنا إلى هذين الأمرين إلى أن سبب النزول مجرد واقعة اقترن حدوثها بنزول الآية والحكم وبأن عدد الآيات التي نزلت على أسباب قليلة جدا بالنسبة إلى عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية لنرد على الحداثيين الذين يريدون أن يربطوا القرآن الكريم بالوقائع والأحداث وهذا يعرف عندهم بتاريخية القرآن يعني يريدون أن يقولوا إن القرآن نزل في تلك الوقائع أما الآن فلا هذه الآيات القرآن لا تناسب الوقائع الحالية يريدون أن يربطوا الأسباب بالمسببات أن يجعلوا أسباب النزول علّة للأحكام علّة للأحكام فقط والرد عليهم أننا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأننا لا ينبغي علينا أن نسحب حكم البعض على الكل حكم البعض اللي هو الآيات التي نزلت على أسباب أن نسحب على كل آيات القرآن الكريم هنا طاف بنا المؤلف حفظه الله إلى موضوع مهم جداً وهو تعدد الروايات في أسباب النزول تعدد الروايات في أسباب النزول وقبل أن ندخل على هذه النقطة وهذا العنصر ينبغي لنا أن نعرف ينبغي لنا أن نعرف أن الصيغة أو العبارة التي يعبر بها عن سبب النزول إما أن تكون عبارة صريحة في سبب النزول كأن يقول الصحابي أو التابعي مثلاً سبب نزول هذه الآية كذا وكذا وكذا ويحكي لنا القصة أو الحادثة أو السؤال والإجابة عليه وإما أن يقول حصل كذا وكذا فنزلت الآية وهذا أيضاً من الصيغة الصريحة وإما أن يقول نزل قول الله تعالى في كذا وكذا نزلت قول الله تعالى في كذا وكذا هذه العبارة الأخيرة ليست صريحة في سبب النزول وإنما تحتمل أن تكون سبب نزول وتحتمل أن تكون تفسيراً وبياناً للآية فمثلاً عندما يقول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا وكذا يحتمل أن يبين لنا معنى هذه الآية ويفسر لنا هذه الآية وبناء على ذلك سنعرف الآن تعدد الروايات في سبب النزول أولها أن يقول راويان أو أكثر نزلت هذه الآية في كذا وكذا نزلت هذه الآية في كذا وكذا وكل واحد يقول غير ما يقوله الآخر طيب نزلت هذه الآية في كذا وكذا هل هذه عبارة صريحة في سبب النزول أو أن عبارة محتملة لأن تكون سبباً أو أن تكون تفسيراً وبياناً نزلت في كذا لا تحتمل ليست صريحة في سبب النزول إما أن تحتمل سبب النزول أن يكون مراده سبب النزول وإما أن يكون مراده بياناً وتفسيراً للآية فالآن عندنا راويان كل راوي يقول هذه الآية نزلت في كذا وكذا لكن كذا وكذا تختلف عن قول الراوي الأول والراوي الآخر تختلف عنه عن الراوي الأول الأول يقول كلاماً مخالفاً للثاني والثاني يقول كلاماً مخالفاً للأول وهذه العبارة ليست نصاً في بيان السبب ماذا نفعل؟ قال يراد بها التفسير وبيان الحكم فإذا كان اللفظ يحتمل قول كل يعني يحتمل المعنى الآية تحتمل أن يكون معناها ما قاله الأول وتحتمل أن يكون معناها ما قاله الثاني أيضاً حمل معنى الآية على الجميع ولا منافاة بينهما ولا منافاة ولا تعارض ولا تناقض ولا اختلاف بينهما ما دام أن لفظ الآية يحتمل الجميع الثاني الحال الثانية أن يقول أحدهما أن يقول الراوي الأول نزلت الآية في كذا وذي ليست عبارة صريحة في سبب النزول لما محتملة ويقول الراوي الثاني سبب نزول هذه الآية كذا العبارة الأولى ليست صريحة والعبارة الثانية عبارة صريحة ونص في بيان سبب النزول قال فعليها يكون المعتمد يعني نأخذ سبب النزول من العبارة الثانية التي صرحت والتي كانت نصاً في سبب النزول وأما الأولى فلا يعول عليها حينئذ في بيان السبب مثال ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنزلت نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن أي في تحريم ذلك ولا شك أن هذا من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما استنباط لبيان الحكم استنباط لبيان الحكم كيف عرف المؤلف أنه استنباط قال لأن العبارة قالت أنزلت لم يقل سبب النزول أما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها إذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم هذه عبارة صريحة ونص في سبب النزول فيكون سبب نزول قوله تعالى نساؤكم حرث لكم هو ما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما الحال الثالثة الحال الثالثة قال في الحال الثالثة أن يستوي أن يستوي الإسنادان في الصحة أن يستوي الإسنادان في الصحة وذلك بأن يذكر راو سبباً ويذكر راو آخر سبباً غيره لكن إسناد أحدهما صحيح والآخر ضعيف أو مكذوب فحينئذ نعتمد الصحيحة في سبب النزول ونرد السبب الضعيف في هذه الحالة في هذه الحالة وهو استواء الإسنادين في الصحة نأخذ الصحيح ونترك الضعيف مثال ذلك قال ما رواه البخاري ومسلم عن جندب اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى إلى آخر السورة وما أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها رضي الله عنهما وكانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جروا دخل البيت ودخل تحت السرير ومات فمكث نبي الله أياما لا ينزل عليه الوحي فلما بحثوا وفتشوا وجدوا الجروة يعني صغير الكلب تحت السرير ميتا فلما أخرجوه نزل قول الله تعالى والضحى قال فهذان إسنادان كل منهما ذكر سببا للنزول ذكر واقعة في سبب نزول سورة الضحى إلا أن الإسناد الأول صحيح والإسناد الثاني ضعيف فنأخذ بالصحيح ونترك الضعيف وهذا ما قاله ابن حجر قال قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة لكن كونها سبب لنزول الآية غريب بل هو مردود بما في الصحيح الحالة الرابعة أن يستوي الإسنادان في الصحة مع تعدد السبب أن يستوي الإسنادان عندنا سبب صحيح وسبب أيضا سنده صحيح لكن مع تعدد السبب السبب الأول غير السبب الثاني ويمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح ألف هذا الراجح نعتبره هو السبب ونعرض عن الثاني مثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خارب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه يبقى السائل هنا اليهود والمكان وقوع هذه القصة كان في المدينة وهذا ما رواه البخاري عن ابن مسعود هناك رواية أخرى أخرج الترمذي عن ابن عباس قال قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل فقال سلوه عن الروح فمن السائل في رواية ابن عباس السائل المشركون السائل قريش وهذا يدل على أن السؤال والواقع كان في مكة إذن عندنا إسناد صحيح رواه البخاري عن ابن مسعود يقول إن آية الروح آية مدنية نزلت بسبب سؤال اليهود عن الروح وعندنا إسناد آخر رواية أخرى سبب نزول آخر يقول إن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح كفار قريش وهذا يدل على أن الآية مكية ماذا سنصنع الآن قال سننظر في الترجيح قرائن الترجيح قالوا ترجح رواية البخاري على غيرها ترجح رواية البخاري على غيرها إذن سنقول بأن الآية مدنية والسائل اليهود لماذا؟ لأن الذي رواه وأخرجه هو البخاري الأمر الثاني من أمور الترجيح أن ابن مسعود وهو راوي القصة كان حاضراً مع النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الأولى وبذلك سنقول بأن الآية مدنية وأن السائل اليهود هناك حال أخرى أن يستوي الإسنادان في الصحة أن يستوي الإسنادان في الصحة لكن لا مرجح لأحدهما على الآخر ويمكن الجمع بينهما يمكن أن نجمع بينهما ففي هذه الحالة نحمل الآية على تعدد الأسباب نحمل الروايات على تعدد الأسباب لآية واحدة ولا مانع متى كانت الآية مفيدة لحكم السببين ومثل المؤلف حفظه الله لهذه الحال بما أخرجه البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أوحد في ظهرك ونزلت الآيات من سورة النور والذين يرمون أزواجهم والرواية الأخرى ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قاد إن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأتى عاصم النبي فقال يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل إلى أن سأله ونزلت الآية قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فهتان روايتان إسنادهما صحيح الرواية الأولى إسنادها صحيح والثانية إسنادها صحيح ولا يمكن أن نرجح أحدهما على الآخر لا يمكن أن نرجح أحد الإسنادين على الآخر ولا أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى فيمكن أن نحمل هذا على تعدد الأسباب لآية واحدة تعدد الأسباب لنزول آية واحدة الحالة التي بعد ذلك أن يستوي الإسنادان في الصحة ولا مرجح لأحدهما ولا يمكن الجمع بينهما ليست هناك قرينة من قرائن الترجيح ولا يمكن أن نجمع وأن نوفق بينهما كما فعلنا في الحالة السابقة حينئذ يقول العلماء بتكرار نزول الآية الواحدة يعني الآية نزلت أكثر من مرة وقالوا لا مانع من تكرار نزول الآية الواحدة تعظيما لشأن المنزل وتذكيرا به عند حدوث سببه ومثلوا لذلك بقول الله تعالى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ فروا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة رضي الله تعالى عنه حين استشهد وقد مثل به وقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك فنزل جبريل بهذه الآية وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ وهناك رواية أخرى عن أبي بن كعب تقول لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة فمثلوا بهم وفيهم حمزة فقالت الأنصار لئن أصبناهم يوما مثل هذا لئن أصبناهم يوما مثل هذا لنربين عليهم يعني لنفعلن بهم فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ فالرواية الأولى تقول أن هذه الآية نزلت يوم أحد والرواية الثانية تقول أن هذه الآية نزلت يوم فتح مكة ومن المعلوم أن سورة النحل مكية قالوا فيمكن أن نحمل المعنى على أن هذه الآية تكرر نزولها تكرر نزولها أولاً بمكة لأن سورة النحل مكية ثم ثانياً يوم أحد ثم ثالثاً يوم فتح مكة وبعض العلماء يعني أنكر تكرار النزول وحمل وقال إنه من باب تحصيل الحاصل وأن العبرة بالنزول الأول فهذه هي أحوال تعدد الروايات في أسباب النزول ثم بيّن لنا المؤلف تعدد المنزل مع كون السبب واحداً يعني إحنا قلنا إنه يمكن أن تكون آية واحدة وأن الأسباب متعددة الآن سيكون الآيات متعددة والسبب واحداً الآيات متعددة والسبب واحداً ومثل لذلك بقول الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم الآيات في آخر سورة آل عمران وقال بأن هذه الآيات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم نزلت حين قالت أم سلم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم وأخرج الحاكم عنها عن أم سلمة قالت يا رسول الله يذكر الرجال ولا تذكر النساء فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات الآيات من سورة الأحزاب ونزل قول الله فاستجاب لهم ربهم فالسؤال من أم سلمة رضي الله تعالى عنها واحداً السؤال واحد السؤال واحد والآيات التي نزلت مجيبة على هذا السؤال متعددة في سورة آل عمران وفي سورة الأحزاب عموم اللفظ وخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ وخصوص السبب كما قال جمهور العلماء كما قال جمهور العلماء وهذه القضية قضية اللفظ والسبب قضية اللفظ والسبب من حيث العموم والخصوص تستلزم أربع صور أن يكون السبب واللفظ عاماً أن يكون السبب واللفظ خاصاً أن يكون السبب عاماً واللفظ خاصاً وأن يكون اللفظ عاماً والسبب إيه؟ والسبب خاصاً فهذه القسمة العقلية لمسألة عموم اللفظ وخصوص السبب السبب واللفظ عاماً السبب واللفظ خاصاً وهذا لا خلاف فيه ليس محل خلاف محل الخلاف أن يكون اللفظ عاماً والسبب خاصاً أن يكون اللفظ عاماً والسبب خاصاً اختلف العلماء في ذلك على قولين قول جمهور العلماء أن العبرة بعموم اللفظ ولا نظر إلى خصوص السبب والقول الثاني وهو لبعض العلماء أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ طيب إذا قلنا للفريق الثاني الآية ستكون قاصرة على السبب فقط فيقولون الحكم خاص بصورة السبب والحكم خاص بصورة السبب يعني الآية التي نزلت مثلا في أمية في هلال بن أمية هي خاصة به لأن هذا هو المستفاد من الآية لكن حكم غيره ليس مستفادا من النص وإنما هو مستفاد من الاجتهاد والقياس على النص وبذلك يكون محل الخلاف أو يكون الخلاف هو خلاف لفظي بين الفريقين ومحل هذا الخلاف ما لم تقم قرينة أو دليل على أن الحكم المستفاد من الآية قاصر على السبب الذي نزلت عليه الآية فإذا قامت قرينة أو دليل على ذلك على أن السبب قاصر أو على أن الحكم قاصر على السبب فإن الحكم يكون قاصرا على السبب فقط ويظهر أن فائدة الخلاف حينئذ هي أن حكم غير صورة السبب خلاص السبب صورة السبب مستفادة من لفظ الآية لكن الخلاف بين الجمهور وبين بعض العلماء في غير صورة السبب الواقعة غير صورة السبب فالجمهور يقولون لا هي داخلة في لفظ الآية لفظ الآية يدل عليها ومستفاد حكمها من لفظ الآية والفريق الذين قالوا العبرة بخصوص السبب قالوا لا لفظ الآية يدل على صورة السبب فقط وأما غيرها فيستفاد بالقياس على صورة السبب وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الموضوع المهم من موضوعات علوم القرآن الذي يحتاج إليه المفسر لكي يفهم الآيات فهما صحيحا وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم